والنجم إذا هوى ما طل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ثم مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دلى فتدلى فكان قوب قرسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفهاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرش السدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طرى لقد رآ من آيات ربي الكبرى أفرأيته اللات والعزى ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله البنفى تلك إذا قسمة ضيزا إني إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمن الإنسان ما تمنى فلله آخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرق عما تولى ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن طل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كباهر الهثم والفواحش إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم مجنة في بقون مهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الويب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صرف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر آزرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة لذاتنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأقوى والمؤتفكة أهوى فوشها ما وشها فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا زدودを منتق Vilnius أفمن هذا الحديث تعجبون وأشراك så بالعمل أفمن هذا الحديث اشتركوا في القناة